أمر بصير معنا كتير أثناء التصميم لما بيكون في عندي صورة على سبيل المثال خليني أجيب مبدئياً صورة لما يكون في عندي صورة مثلاً مثل هيك محطوطة عندي في بوكس هي كونترول شفت مع حرف جيم رجعتها لورا أو طبعاً باكبس رايت كليك بعمل الرينج سينتو باك على أساس أني أنا بالسهم الأسود أخذ الصورة أحددها شفت أحدد الشكل وعمل ميك لبينك ماسك أو أكبس على كونترول مع رقم سبعة حتى أعمل الماسك بهذا الشكل اللي بصير معاي أني أنا على سبيل المثال هاي الصورة على القد محطوطة يعني زي هيك زي هيك أموري تمامي يعني ما عنديش مشاكل معها بس المشكلة أني أنا على سبيل المثال يعني أوكي مديت هاي من هون حابب أنه يكون في عندي كمان شوية خلفية يعني هون بدي أصغرها شوية فالمساحة هاي بيّنت فبضطر أني أنا أرسم هون مستطيل بنفس هذا اللون فبدنا نتفادى هاي الإشكالية عن طريق أنه نتعلم كيف نمدد الخلفية على الفوتوشوب الصورة هاي موجودة عندي هون بالفولدر رح أمسكها وأسحبها على الفوتوشوب مجرد ما فتحت معاي على الفوتوشوب أنا ما رح أعمل إشي إلا إني رح أروح على أداة اللي كروب الموجودة هون أداة اللي كروب هي فعليا بنحتاجها لما إحنا بدنا نحدد قطعة معينة ونعمل إنتر ونقص هاي القطعة تمام الآن فيه هون يعني مجموعة من الخيارات فيه هون options بإمكانك أنك أنت تخلي اللي كروب طول يعني تقص على ريشيو أو نسبة معينة أو طول بعرض معين أو ريزيليوشن معين بإمكانك أنت تدخل الريزيليوشن أو عفوا ندخل القياس اللي بدك إياه لأداة اللي كروب وممكن تنظف هذا الشيء ممكن تقص علشان تخلي الصورة على الهورايزون لاين وحنتكلم بهذا الشيء إن شاء الله لكود مبدئيا إحنا ما بدناش نشرح اللي كروب بهالطريقة إحنا اللي بدنا إياه نحكي عن موضوع الكونتنت أوير الكونتنت أوير عبارة عن option رائع وسفاح وفي حلول كبيرة للأمور هاي اللي إحنا فيها اللي حنتكلم فيها الآن لما أنا بضغط على الكونتنت أوير من هون وباجي بكبس بالكروب على الصورة وباجي بحكيله مدد لي إياها لفوق شوي أي نعم المساحة اللي حتطلع بيضة ولكن لما تضغط صح أو تكبس انتر مباشرة حيعمل معالجة للصورة ويمدد لك إياها بناء على الخلفية الموجودة واو يعني أنا لو جيت من هون ومددت الصورة لتحت وكبسة انتر أي نعم رح يكمل لك الخلفية بالتمام والكمال بناء على الأدوبي سنسي أو الذكاء الاصطناعي اللي موجود جوه الفوتوشوب في اختراع أو في دمج في تلبيق في تصبيط أو في دمج الخلفية الأصلية مع الخلفية المضافة فإنت خلص مجرد معاملة فايل سيف خلص إلستريتر شاف التعديل مباشرة فإنت استنى أو روح من قائمة لينكس أو ويندو لينكس حيحكي لك إنه هاي الصورة اتحدثت أو مباشرة حيطلع لك هون ديالوج بوكس حينبهك ويحكي لك إنه في تعديل صار على الصورة اللي أنت مستخدمها هل تقبل هذا التحديث؟ نعم وبالتالي الصورة صار فيها مجال من فوق بهذا الشكل وصار فيها مجال من تحت كمان بهذا الشكل وبالتالي هاي من الشغلات المهمة اللي ممكن إحنا ننساها يعني أثناء التصوير أو إنك تكون كتير قريب وتحتاج إنك شوي تمدد من الخلفية حتى تحصل على مساحة إضافية أثناء تصميمك كنوع من التجربة لصورة مثلا مطل أو سمى مثل هيك لو أنا ضغطت على كروب تول من هون وشغلت الكونتينت أوين وجيت من ناحية السمى من هون وروحت رفعت بهذا المقدار على سبيل المثال نتطلع هون النهاية تبعتنا فلما أنا بعمل إنتر القسم الجديد اللي فوق مكان المؤشر هذا يعني قسم جديد تماما وبالتالي صراحة مش مبين أبدا إنه تم التعديل عليها الآن ممكن يطلع معاك خط بسيط يعني يبين لك إنه هاتف ممكن تروح بإحدى يعني أدوات فوتوشوب مثلا على ومجرد ما أنت بتخفف أكيد الهاردنس تباحها بس مشيها على هذا القسم وكان الله بالسر عليم يعني إذا صار ولكن إحنا لأنه إحنا اللي عملنا هذا الإشي فلاحظنا ولكن فعليا بشكل واقعي ما كانش فيه أي خطأ في الشغل طبعا هل هاي الأداء أو هل هذا التكنيك يخلو من الخطأ؟ لا طبعا مجرد أنت ما تستخدمه عادي جدا أنه ما يزبط لك أمورك عادي أنه يخرب الصورة يعني أنا لو جيت مثلا عملتي كروب ورحت من هون مسكت وزودت المساحة على يمين مثلا ممكن ما يزبط ضرب أي نعم طبعا لأنه يعني مستحيل يخترع منظور جديد ويخترع مثلا مشهد جديد أكيد ولكن هو وفقا حكينا للذكاء الاصطناعي للكمبيوتر يعني الكمبيوتر أكيد رح يكون الذكاء الاصطناعي تبعه حيكون محدود وفق المنظر أو وفق المشهد أو وفق البكسلز اللي أمامه مش رح يخترع يعني والله أنه يكملي تكملة مثلا هذا المشهد الموجود هون أنه يكمله تكملة؟ لا طبعا ولكن هو بيحاول أنه يعطيك إشي ضمن المعقول يعني يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر